الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بدون الصباح اليوم في قضية اغتيال شهيد شكري بالعيد إثر ساعة من المفاوضة القانونية بالأعدام في حق أربعة متهمين وعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين الآخرين حيث قضت المحكمة حضوريا في حق جملة المتهمين عدى ثلاثة منهم فمعتبرا حضوريا في حقهم وذلك بالأعدام في حق أربعة متهمين كالسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين كتسليط عقوبة سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين العامين والمئة وعشرين عاما بعد احتساب مجموعة مدة العقوبة السجنية المحكومة بها عن كل جريمة بصفة منفردة ولم يحدد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بعقوبتي الأعدام والسجن بقية العمر في مقضة المحكمة أيضا بعدد من الأحكام الأخرى في حق متهمين آخرين كالقضاء بعدم سماع الدعوة لاتصال القضاء في حق خمسة متهمين باعتبار وأنه تم تتبعهم من أجل نفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس أعوام وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس استأنفت النظرة في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد في السادس من فبري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع إلى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهبي